ان شاء الله النهاردة المحاضرة آآ مع مونسو عمر سليم واسب مقرابي ومانيجر ياني وأستاذي الفاضل. ان شاء الله انا استفيد منها جميعا. وهي بعنوان هاو تيوز آآ آآ مش مونسو عمر اتمنى لحياة كل توفية تفضل. آآ جزاكم كل خير. آآ النهاردة ان شاء الله نتكلم على برنامج من اقوى البرامج في عمل الرنبر وازهلها. يعني يجمع بين القوة وبين السهولة. تمام? مش مونسو حامل معاش خليني خليني بسكوز. تمام? عشان بس على البرنامج. طيب. البرنامج بيجمع بين القوة قوي جدا وفي نفس الوقت سهل جدا. قوي بشكل يعني ايه. آآ ان انت تقدر في عمل الرندر بشكل احترافي والناس كلها تبقى عاجبها الحاجة محاسة ان ده ده سليدي ماكس ده مايا وهكذا. وفي نفس الوقت سهل جدا. وفي حاجات نحوانا نعملها في الجرامج العادية تاخد مننا الجهة كتير. تمام? انما لما بنعملها في برنامج اليوم مجرد بس ان انت بتفضطها بس كده درجة ندروها. زي ما نشوف مع بعض. انا يعني مسلا آآ انا بعمل بشغل الشركة حاجات داخل يعني طبع كاس العالم. انت عارفين كاس العالم عشرين اتنو عشرين في قطر. ففي حاجة كترة جدا بنعملها. تمام? بالبرنامج دوت. وفي نفس الوقت اللي لسه عم بواصلين عاجبها البرنامج. ففي اي وقت انا عايز اشغل على البرنامج دوت. بدل ما اشغل على اليوم. طيب. اليوم ما بعمل ايه؟ بعمل random. فبش هو اللي هيعملك الموديل. الموديل زي دوت مسلا ده انت بتعمله بالSketchUp. بتعمله بالReddit. بتعمله بالارتكاد. بالاوتوكاد. بالراينو. بالفكتوروركس. بالبريكس كاد. وده من البرامج المشهورة. بس لسه ما خدش حقه. البرامج الحلوة يعني كوية. تمام? وهكذا. طيب لو انا معنديش يعني انا شغل على برنامج غير دول. مجرد بس ان انت تسيف بالامتداد اللي حنشوفه مع بعض دلوقتي. خلاص البرامج الشغل. يعني هو البرنامج معتمد ان هو بياخد امتداد معين. اي ان كان software انت شغلت بيه. بس هو فيه بلاجين خاصة بالبرامج دي. على سبيل المسال مثلا برنامج الريفت. لو انا جيت. انا همسطط مثلا تلت برامج وان شاء الله التلت دول هنشرحهم كل يوم برنامج فيهم اركز واحد فيهم. برنامج اليون وبرنامج انسكيب وبرنامج التوين موشن. لو انت عايز نصيحتي التوين موشن مجاني فانت كده خرجت من مشكلة الشراء والكراك والحاجات دي كلها. برنامج اليون اللي حنشرحه دلوقتي وهتشوف قوي جدا. وحاجة فل خيل. وانسكيب. والتلاتة بيتقدر من خلالهم بسهولة جدا تعمل. ان انت تلبس نظارة تبقى شايف كل حاجة حوالين المبنى. طيب خلينا نروح مثلا ليه اليون لان هو اللي هنتكلم عن النهاردة. طيب انا كل ما اعمله ان انا بقف على مشهد سري دي. بابدأ اجهزه يعني ممكن ما تكونش انت عايز الحاجات ديت خلاص بتعمل لها اخفاء ممكن تروح هعمل مثلا سيكشن بوكس مثلا هنا. بحيث ان انت متشوفش طيب السيكشن بوكس بيش موجود. هنخش بقى في حالة سيكشن بوكس موجود هنا. او متعلم عليه. يبه هو غالبا مخيته بالهي النظارة ممكن نعمل رجال. تمام ونعلم على السيكشن بوكس ونقول له وانهائد. تمام وبعد كده هتقدر تاخد السيكشن بوكس بتاعك مزبوط وتروح مصدر للبرنامج. طيب انا هقول له خلاص احنا مش عايزين دوت. ونقدر هنا من السيكشن بوكس تتحكم فيه الجزء اللي انت محتاج. وبعد كده هتقول له انا عايز عمل إكس بورت. فبيقول لك انت الانترسكشن بداحتك اي نقطة. اللي اعمل سيرفي بوينت. اللي اعمل بيس بوينت. انا اشتغل بالبيس بوينت. طيب اللي سموثينج انت عايزها هاي ولا نورمل ولا ولا لوب. اللي تكتشار عايزها معك ولا لا. لو في لود عايزها ولا لا. فانا اقول له انا عايزة عمل إكس بورت للشكل دوت. وتديه الاسم اللي انت عايزه. والامتداد اللي هو دي اي اي. يعني اي برامج من برامج الرسم الهندسي. تصيف دي اي اي. هيقراها واشتغل بدون مشاكل. ده مشروع مطار. ما نجعله به ده وقته. كده انا عملت ايه. صدرت اللي هو حدية لبرنامج اليومن. مجرد ان انا سيفته على مكتاب دي اي اي. خلاص هيخش على البرنامج ويشتغل بدون ايام شكل خلص. تمام؟ هو كده خلاص خلاص خلص التصدير. مخدش سوائي. مجرد تروح بقى اليومن. ونبدأ نشوف القائمة دي واحدة واحدة مع بعض. خلينا دلوقتي مثلا هقول له نيوم. نيوم يبقى يفتح للمشروع جديد. فبيقول انت عايز ان واحدة من دول. وكل واحدة من دول تقدر تعدل فيها لحد متوصل للحاجة التانية. يعني تقدر ترسم دي و دي و دي و دي و هكذا. طيب خلينا نبدأ مثلا. بالشكل دوت. اللي هو منطقة مثلا بين الجبال. هتدوس عليها هيبدأ يفتح وتعمل الانسيرت اللي هي الشكل التاعتي. مثل البرنامج دوت ان هو منظم جدا. فما بتتوقش في الحاجة اللي انت عايزها. ما فيش اوامر قديمة يعني في بعض البرامج ايه نزل امر جديد بيحتفظ بالجديد والقديم فتلاقي نفسك تاين. لا انا هو منظم جدا الاوامر القديمة اللي بتاخد وقت خلاص تلاغط. وبيركز على الاوامر الجديدة. طيب كل ما اعمله ان انا هقول له import new model. تعم? وهنشرح كل قوائم دي بإذن الله import new model. وابدأ اختار الشكل اللي احنا عملناه. واقول له open. فيبدأ يقول لك بقى طيب الشكل ده تسميه بالاسم دوه. طيب هتحطه في اني فولدر تبدأ تختار للتنظيم. يعني تقدر تعمل new category folder. فكرة كلها في التنظيم اللي شغله بتاعه. طيب لو في انيميشن في الشكل دوت. عايز الانيميشن ولا لا. ما عندناش الانيميشن. طيب لو فيه edge line عايزها ولو مش عايزها on or off. زي ما انت شاف الموضوع سهل جدا. الموضوع انت بتشغل كانت تشغل في لعبة. برنامج طحفة خالص كل انت بتعمله بقى بتبدأ تحط النقطة اللي انت عايزها. هوت. تمام? ودي اشكال موجودة من قبل كده بتقدر مجرد تختار وتدوس. هيجي معاك الحاجة في شكل دوت. طيب بعد كده ممكن تقول له مسلا انا عايز اعمل move select الحاجة وتبدأ تحرق. طيب انا هتحرق ازاي? ممكن بالماوس. تمام? الزر الايمن يخليك وانت هو في مكانك بتليفي حواليك. طيب عايز تقرب هتدوس حرف ال W ودي موجودة في اغلب الالعاب. تمام? او دوس shift مع W هتمشي بسرعة. اول بقرة البقرة اللي في النص. تمام? الماوس بتاعت الماوس. حرف ال Q تطلع. وال E تنزل. كل الزرار دي. الناس اللي هشغال الالعاب عارفة دي الزرار الافتراضية اللي موجودة. طيب انا دوت مثلا هو موجودة في الشكل دوت. وعايز مثلا خلينا نخده واحدة واحدة. يعني انا نبص هنا. دي object. تبدأ تحط بقى العناصر اللي انت عايز. يعني تقول له انا عايز احط عناصر اللي هي موجودة في الطبيعة. مجرد تحدد الشكل اللي هو بابليس. تمام? وتبدأ تقول له مثلا انا عايز اشجار. هديك انواع كثيرة من الاشجار والازهار. يعني شكلها حلو جدا. في سخور مثلا تبدأ تحدد الاشجار هي. مجرد ان انت تحطها. بيزبط لك حاجات كثيرة جدا. بيزبط لك الزلال اللي موجودة. تمام? ونبدأ نحط صوت للعصفير اللي موجودة في الشجر. تمام? فحاجة تحفة جدا. وراحز ان هو في الريال تايم. يعني ما بتعملش حاجة. يعني في برامج بتبدأ انت تشتغل. بيديك خطوط كده وما يدخش الكوة بتاعت الرندر. تبقى اش هي في حاجة غير وانت بتعمل الرندر. تبدأ تلاقي الحاجات المجسامة عندك. انما هنا. لا. وانت بتشتغل بتشوف الحاجة زي ما تحصل في النتيجة النهائية. كانك انت في البيئة بتاعت الرندر. تمام? البرامج ده مسحته تقريبا عشرين جيجا. تقريبا يعني. بس في مكتبة حلوة جدا. ممكن تقول له مسلا ان عايز حاجة بقى فيها دي تيل اكتر. فتختار مسلا حاجة بشكل دوت. لو حاجة عجبتك ممكن تدوس هنا. فتختار انها تبقى موجودة في المفضلة. وبحيس لما تيجي هنا تلاقي الحاجة اللي انت بتحب تشغل عليها. متعودش تدور عليها. اه نحط مسلا الشجرة ديت. فهو في مكتبة كواسة جدا. لو انت اخترت الشخص دوت حاطته هنا. هنشوف من ضمن الادوات ان انا اقدر ادي له حركة حيس ان هو يتمشي. حيس او انا بعمل الفيديو. الاقي الناس بتتمشي لها العربات بتحرك وهكذا. تلاقي عندك مسلا في سمك لو انت عندك حاجة معينة طيب خلينا نشوف الطيور مسلا. تمام? مجرد ان انت مسلا اخترت حاجة زي كده. ابطار زي دوت. تمام? وبدأت تحطه هنا. حصل ايه? حصل له حركة على طول. يعني هو ما منزلشه وصيبت في مكانه. لا ده بدأت حركه. شايفين الحمام او البط اللي بيتيره. تمام? كل دول طبعا متقدر تزبط الارتفاع بتاعهم. تقدر تعمل عليها سلجت مسلا على اي واحد من طول. وتبدأ تحركه بمكانه. مسلا اهو. تمام? متقدر تبدله خصائصي يعني ممكن تحدد مسلا الراجل دوت. تقدر تنقله. تقدر تغير الارتفاع بتاعه. تقدر تمله موفورسنتل. وهكذا. ففي شوية امكانيات كواسة جدا. ممكن تقول له طيب ان تغير في ال اكس والاي والزت. فيتحرك معك في المكان اللي انت عايش. هتلاقي عندك بعض المؤثرات. المؤثرات دي حاجة اه لزي جدا. تقول له مسلا عايز تضيف مؤثر. مسلا بتاعنا نفورة. تخيل بص انت مجرد حطيتها. بدأت يجيب لك مية وحاجات دي كلها. بتبقى مبهرة جدا بالذات مسلا في المشاريع الحقيقية والمشاريع التخرج والحاجات دي كلها تقدر تختار نفورة. انا مسلا في مور القطر اخترت مسلا الشلال دوت. كان عندنا في المدخل اول ما تدخل بقى فيه زي حاجة بشكل دوت. خليها مسلا نحطها هنا. واول ما تدخل تدخل في الخصائص بتاعتها وتعدل فيها زي ما انت عايز. يعني تقدر تكبرها تصغرها. مش مجرد حطيتها وصبتها لا. تقدر تحط مسلا من فورة دي هنا. وتقدر بعد كده تعمل اللي عليها سيلكت. تمام. اهي. عمالت سيلكت على دية. فيبدأ بقى يجيب لك الصيز بتاعتها تقدر تكبرها. تقدر بتاعها. وهي كذا. تبدأ يزود لك الوان مسلا معينة فيها. تمام. طيب. من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها برضو. موضوع التنظيم. يعني تنظيم. سعارة الواحد يبقى الجهاز بتاع بطيء. فعشان الجهاز ما يبطأش معك. اعتمد على موضوع الليرات. شايف موضوع الليرات دي يا. الليرات دي. زي ما ما احنا نتعضين في الوتوكات وفي الريفت وفي كل حاجة. في الليرات. لو دوست هنا. يبدأ اخفي لك اللير الحاجات الموجودة على اللير دي. تمام. اه. يعني وانت تختارها منين. اهي. ده مسلا النفورة دي. محتفظها على اللير واحد. ممكن تعمل select وتضعها مسلا على اللير اربعة. خلاص. يبقى انت نقلت دي على اللير اربعة. فلو جيت هنا. وطفيت لير اربعة. خلاص النفورة دي اختفت. بحيث لو انا مسلا شغال في جزء معين. وجزء التاني بيش محتاجه. بس بيدخل معايا في الرماد. قدر اتحكم وقفله. الله يكرمه. شكرا جزيلا. تمام. فالبرنامج فعلا فيه اه. قوة كبيرة جدا. يعني الناس. انا اشغال عليه مثلا من الفين وتمانية. بس اه. كنا نطلع على الشغل ناس اقول لك ايه ده. انت اكيد عادت فيه سنة سنتين. بينما انت ممكن نكونش عادت في خمس دقيقة. يعني. زي ما انت شفت احنا منضيف طائر ويقعد يلف. حد السباحة بنقعد نضيف شوية سمك. مجارب بس كلك كده تخلص. تمام. عندي حاجة خاصة بالانتيريور. مكتبة قوية جدا بالانتيريور. وفي حيال بعد كده احنا منشوفها مع بعض. ان شاء الله الوقت يسيع ونبدأ تشوف افكار حيث. مجرد ان انت تقول له ليس وتختار حاجة من حاجات دي. يعني حاجات صغيرة جدا تحطت على الترابيزة تلاقيها. وعندك مسلا مسلا ممكن تحط سينجي فين مسلا. وكل حاجات تقدر تديها حركة. وتقدر تعمل المؤسرات سينمائية وفي حاجات خاصة بالذات للناس اللي بتحب التصوير وانواع العدسات والحاجات دي موجودة بشكل قوي جدا. تمام زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. في حاجات خارجية مسلا او الدور. تمام. بتلاقي مكتبة هي كبيرة جدا. ممكن مسلا انت لاقي حاجات خاصة باللايتنج. هتبدأ تختار مثلا حاجة زي كده. وتقول له انا عايز احط مثلا ديت. يعني انا نشوف مثلا الحيال بتاعت اللايتنج. طيب. انت حطيت اللايتنج طيب. هنشوف دلوقتي هنخلي فيه نور. تمام. طيب. خليني نخش كده في الوزر. وهنرجع تاني اللي احنا كنا فيه. لو انا حركت بس المؤشر كده. يا بقديني بالليل. تصور. موضوع سهل جدا. تمام اهو. فانت بقدر تجي هنا. وتقدر تغير في اتجاه الشمس بحيس مسلا الجوز اللي انت عايزه. تمام. تقدر تتحكم في الصحب. لو انا هبسلنا كده الفوق. انا بدوس بالزر الايم عشان تطلع فوق. وببدأ اقطر الصحب او اقللها بالشكل دوت. وكذلك الشمس تقدر تزود فيها وتقلل وتحكم فيها. ودي الحاجات البسيطة جدا. في جوه البرنامج حاجات تفصيلات اكتر لموضوع الشمس دوت. تقدر تعمل دراسة للشمس. شهر ديسمبر لمدة عشر سنين وهكذا. تمام؟ هنا تقدر تختار الشمس الحقية. تقدر. دي صور بصور حقية وانت بقى تختار. فهو اتمنتك بيزبط لك كل حاجة. انا لو قلت له مورنينج في صباح يدي اجيب لك. طب انا عايز شوفها بالليل. افنينج. تمام؟ في يدي اجيب لك الهيئة كلها. وحاجات حقية. تمام؟ طيب انا هالغذية. وانزل بس كده سنة صغيرة. تمام؟ وبعد كده هبقى اخلىها بالليل خلص. طيب انا جيت هنا. تمام؟ انا بش شايف اصلا الحاجة اللي انا عايزة اعملها. طيب هطلع كده. نخلي في شوية نور. ونشوف ازاي حيا لو انا الجهاز بتاعي ببطيء. اقدر اخلي الجهازي بقى سريعا. تمام؟ طيب. حد يفكرني بس. طيب انا هاجي هنا مسلا انا عايز اضيف ايه؟ عايز اضيف نور. فهاجي هنا عند اللايتينج. بلاي حاجة كتيرة بالشكل دوت ممكن تختار اي واحدة فيهم؟ وتبدأ تحطها. لو انت حطيتها هنا هي بتحطها الارض. لا انا عايز احطها هنا. كده هو القعية جمدة جدا ان هي فعلا هي دي اللي بتنتشر الدوق. طب انا عايز الدوق يبقى مختلف شوية يصغر او يكبر او كده. تعمل سيلكت وتيجي هنا تختار بقى البريتنس عايز يكبر بشكل دوت لا ده كده بشكل وحش. التأثير بتاعها بانتشب بازاي اهو الكون انجل بتاعتها. طب شو لايت سورس النقطة بتاعت السورس دي. ممكن تقول او او اوف. تعمل. النايز اكتف. تبدا تقوله مسلا اوكي. يعني تشتغل بالليل وبالنهار تتفل. او راندم. الشادو. هل انت عايز الشادو بيعملها بشكل متوسط ممكن تقوله لا هواي او ديناميك. وكذا. خليني نجي هنا. ونخليها بالليل فبدأت اللي نار بتاعتها تبقى شخيلة. طبعا احنا بنحط بقى نارات تانية هنا بحيس انها ايه تبقى موزونة شوية ما تبقاش عتمة او كده. طيب ممكن ندف حاجة جميلة اه ممكن ندف حاجة جميلة ما ندفش حاجة جميلة احنا صغيرين. طيب خليني اطبق كده. بس يا الفجر كلها ان انت بتربط كزا عنصر مع بعض بحيس يدي واقعية. في بعض الحيال كده بسيطة بتفرق بين حد بيعمل رندر واحد مسلا ايه فاهم وبيعمل ايه. ممكن تيجي هنا مسلا في الساوند. بطول انا عاز بساوند. دي من ضمن الحاجات اللي الغبية في البرنامج. انا بسميها كده. ان انت متقدرش تعرف هو ايه غلما توف عليها. تمام? فانت لازم بقى ايه تبقى حافظ السوق بتاعتها. ده مسلا حمال سباحة. او انت تقعد تغير الاسيان بقى زي ما انت عايز. طيب انا انا اصلا عايز الحاجات الطبيعية بس. تمام? طيب انا اخترت مثلا الغبة دي. طيب ايه الحاجات اللي ظاهرت دي كلها انا اعمل سيلكت كده. بقوله هين. هيقول لي ده ده مرتب بالصوت. عايز دهود الصوت. في دورية صغيرة لما بره منها بيبقى صوت تعالي جدا. زي ما انت شايفين. انا كده بره الدائرة صغيرة ممكن يكون موجود في الدائرة الكبيرة. الدائرة الكبيرة ممكن تتحكم فيها. طيب انا صغيرة شوية. لو انت بعيد انت في مكان تاني خلص بتسمع الصوت. بس وانت ماشي. قربت المصدر الصوت. سمعين الصوت? تمام? كل ما تقرب من مركز الصوت من الحديقة تبدأ تسمع الصوت. طيب الناس اللي هناك دول عايزين نسمع لهم صوت برضو تيجي هنا وتبدأ تحط لهم صوت. مش ساون دي انا تقول لهم انا عايز اسمع صوت. بيبل. اه. يبقى انت لو قربت من الناس دول. تبدأ تسمع الصوت اول ما تخش جوا عنده. تعالي نعمل احضر كده. احضر كده. بقش في الحديقة. طيب عندي برضو بعض الادوات اللي هي فيها حاجات كواسة جدا زي هنا مثلا بدأ صوت اشتغل عندي حاجة اسمها كليب لان كليب لان ده بيفيدني في ان انا انا اتحرك كعين المبنى بيتبني تمام اقدر اتحكم فيه بحيس ان انا اشوف جزء من المبنى جزء جزء واقدر اتحكم فيه ان انا ابدأ اطلع فيه زي ما نعيز تمام خلينا نروح كده عند الناس اللي قد وقفة دي هتلاقي صوت بتاعهم بدأ ايضا ممكن بس البرنامج كان معلق فيه تمام تمام طيب في اليتوليديز ممكن تلاقي برضا حاجة خاصة بالجريد تمام انت شايف انا بطلع وبنزل اهو اقدر اخد بيضا لقطة بحيس ان انا اوهم الناس ان الحاجة تشتغل ممكن اعمل جريد دي مسلا ممكن اخد قط في الحاجة اللي انا عايزها تمام ممكن اقول له لا ده انا عايز بقع ايس مسلا بتبدأ تقس مسلا من هنا الهنا يبدأ يقول لك اللي تحكم متر تمام وهكزا ممكن تحكم في الرفلكشن طيب الحاجة التانية الحاجة التانية انا ممكن اجي هنا خلينا نقوم نبع بس عن الصوت عندي حاجة هنا برضو خاصة به المتيريال يعني ايه المتيريال يعني اي عنصر من دول اقدر اعمل عليه سيليفت تمام ده الازاز ده الهنا ده العنصر اللي هو بين الازاز تعمل عليه سيليفت وتبدأ تختار زي ما انت عايز تبدأ تقول له مسلا ان عايز الجوز ده يبقى مثل اللي عايز بيبقى هو ما استمهم لك مسلا من حاجات خاصة بالقلار حاجات خاصة بيه انا عايز تشوي على الناس دول تمام هنشوف لو احنا عايزين للغسطوط ده ممكن نعمل فيه طيب هنا مسلا الووتر فلو هنا الووتر العادي هنا العناصر بتاعت ممكن تقول له انا عايز العناصر ديت تبدأ تختار حاجات خاصة بالاوتر يبدأ بقى يجيبهالك حاجات خاصة بالجراسز حاجات خاصة بالكونكريت بالمثل بيجيبلك حاجات خاصة بالمثل وكل واحدة من دول اول ما تختارها بيبدأ يعمل لك التأثير هنا وتقدر تدوس عليها ماروتين تقدر تدخل جواها تقدر تعدل فيها كل اللي انت عايزه لحد ما توصل للحاجة اللي انت مناسبة لك طيب خلينا نختار ماتيريال تانية مثلا الماتيريال ديت او انت تسلك عالية بيعمل سلكت عليها كلها وتقول له مثلا ده او الدور وده مثلا نعايزه بالشكل دوت بلاستر مثلا يبدأ يديها اللي انبلاستر طب انا عايزها خشب مثلا مجرد ان انت تختارها يبدأ يطبق لك الخشب هقول له اوكي خلاص هو هيتطبق الحاجات دي خلينا بس اجي هنا عند الصوت وابدا اعمل سلكت على الصوت اللي انا عايزه اقول له سلكت دليت كده احنا ايه استريحنا من الصوت دوت انت صدرت منه الصراحة تمام طيب ده بالنسبة ليه الماتيريال الماتيريال مكتابه قوي جدا من الماتيريال تقدر تختار وتعدل الماتيريال زي ما انت عايز تمام لو انت جبت الماتيريال وقيته مش هو ده اللي انت عايزه طيب بلا عندي اللاندسكيب وبلا عندي مسلا هنا بتحكم انا في الارتفاع بتاع الارضيه مسلا ممكن اجي هنا اقول له مثلا انا عايز حكم في الهواء فلو جيت هنا طبعا دي فورشة بكبر الفورشة وصغرها واللسبيت بتاعيته برضو قادر اتحكم فيها قادر اكبر الفورشة هاية وكده انا بخلي الارض ترتفع شوية ممكن يكون هو ده اللي انا عايزه ممكن اقول لا ده انا عايز اعمل الخفوط طيب خلينا نعمل الخفوط كده ننزل تحت شوية طيب ممكن بعد كده اهي بتقول له مثلا انا عايز اعمل فلاثرين يبدأ يسويهم ببعض طيب ممكن بعد كده اقول له انا عايز اعمل للحاجة يعملك طيب انا عايز اضيف مسلا شوية مية تمام فببدا اقول له مسلا اعايز المية هنا وبعد كده احرك النقطة ديت لهنا بالشكل دوت تمام وبعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اطلع بيها او انزل بيها زي ما انا عايز دي هنا كده انا بتحكم فيه العنصر اهو اقول له انزل بها شوية فخلاص كده بقى عندي زي بحيرة مية في قلب الشكل بتاعي تمام بتقدر تحكم في نوع المية ممكن تقول له مسلا اعايز مية بالشكل دوت اهي تمام طيب تقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل محيط احنا فزت المحيط هو هنا المحيط يديك on و off ليه لان انت لما بتشغله بيستهلك كثير جدا في الرمات تمام تقدر بقى تيجي هنا وتحكم في حركة الامواج وهكذا تبدأ تتحرق اهو بقلمة اهو تغير الwind direction بدلا ما ما بتمشي الناحية دي لا تمشي الناحية دي سرعة الريح طبعا الريح هتأثر على الرسطورة بتاعت المياه الارتفاع بتاعه طبعا دي اهم حاجة عركة بسيطة كده بتلافسك رئيتي خلص تمام تقدر تغير اللون بتاعه وتخلي مثلا المياه بتاعتها خضر وتقدر تبع عندك لونين تدرج لونه بين لونين وممكن تدس على shift عساسة تتحرك بالروح اه بالشكل دو تعم؟ color preset تبدأ تتحكم في لون المياه بالشكل دوت تعم؟ انا هقول له off فيل لي الحاجة دي ممكن تقول له انا عايز مسلا بنت وتبدأ تختار ارسم مسلا حشاش او هرسم سخور اللي الحاجة اللي انت عايز ترسمها وهي يبدأ يحطها لك بشكل دوت يعمل زوم بس عشان ايه؟ تشوف الحاجة اللي هي بتترسم مسلا هيت دي هشائش تمام؟ تقدر تقول له انا عايز مسلا السخور ديت تغير نوحها تمام؟ خلال هنا نغير نوع الهشائش مسلا اهو تقدر تقول له انا عايز الهشائش مسلا من نوع دوت تغيرها لك وكلها مرة واحدة تعم؟ وانت بقى تبدأ تشوف مسلا انت عندك الجزئية دي واخدر الان المتاريال تبدأ تختار المتاريال انت عايزها او ممكن تقول له انا عايز الاندسكيب كلها تتغير مرة واحدة انا عايزها بقى كون مسلا فيه منطقة زي كده جلدية او قاية زي كده اه تعم؟ اه فالبرناميك زي ما بقول لكم فيه شوية حاجات كواسة جدا الحشائش نفسها تقدر تقول له ON وتبدأ بقى تقول له انا عايز اتحكم فيه الحشائش بتاعتها ايه واللايتينج ايه والحد كلها اه وهنا open street map ده open source ان شاء الله بنحاول نعمل الوطن عربي كله اعمل زي جوجل maps تمام؟ طيب اه هنا الاندسكيب تقدر تتحكم فيه البنت هنا تقدر تقول له انا عايز مسلا نرجع ليل حشاش العديد بتاعتنا هو فيه مكتبة حلوة بالشكل دوت طيب خلينا نخش الشمس احنا شفناها زي ما تشاف كلها حاجات سهلة وبسيطة طبعا فيه قصص وتفاصيل اكتر مش عالفي سؤال ده ايه او ده حد ثاني طيب اه ده هنا دي مساحة العمل لو انت شغال هنا تمام؟ طيب هنا لو انت عايز اخد صورة هنشوفها مع بعض هنا لو انت عايز اخد فيديو تمام؟ هنا لو بانوراما اللي هو الفرشور الريالتي تمام؟ طيب ديت هترجع لشاشة اللي هشوفناها في الاول خلص تمام؟ طيب هنا هتلاقي عندك حاجة جديدة يعني كزا مبنى موجود لحس تقدر تختار منهم امثلة هنشوفهم مع بعض هنا الكمبيوتر سبيت السرعة بتاعتك تمام؟ طيب انت ممكن تلاقي السرعة بتاعتك قليلة شوية تمام؟ لأي سبب من الاسباب ممكن من البرسسور الرماد كارت الشاشة وهكذا طيب ايه الحل الحاجة زي كده؟ الحل بسيط شافت الترس دوت دوس عليها بيقولك بقى الاعداد بتاعتك تمام؟ لو انا ببطلو مية في المية انا عايز يعني وانا بشغال اشوف الرندر النهائي اكيد الجهاز بتاعها هينتحر وده مش الطبيعة اصلا في البرامج بتاعتنا في البرامج بتاعتنا تقريبا مش 25% يعني بتشوف بس كده ايه اه صولد وحاجات زي كده ما بتشوفش حاجات بشغلك هحي فانا اعمل هنا 66% لو انت مية في المية ممكن تلاقي الارقام بدأت ايه ممكن انت تلاقي جهاز بتاع بوطيط تعمله 50% 66% 100% لو انت كوموتور الشغل وانت مداي من مدير طيب الواحدات الكياس بتاعتك هتختار واحد الكياس اللي انت عايزها الارور لو فيه ارور يبدأ يسجلها لك ولا اه الريكافري انا بحب طبعا اشغل الريكافري اللي احتياطي اقربة قطعت او حاجة زي كده use large symbol دي اللي هي لما تحط مثلا تختار ان انت عايز تنزل شغرة يجيب لك نمازج كبيرة ولا نمازج صغيرة تمام طيب فيه high quality tree يعني الشغر اللي انت شفته ده وكان شكله حلو فيه حاجة اسمها enable high quality tree فهتشوف الشغر بجودة اعلى بس طبعا هكونوا على حساب الرماية كل حاجة اللي حساب بتعيتها تمام طيب ممكن تقول له mute sound يعني احط sound زي ما اعايز بس ما يظهرش غير وانا بعمل الفيديو فدي من ضمن الافتيارات اللي انا لو تحكمت فيها بشكل حلو ورجعت باك وقلت له computer speed وقلت له rerun benchmark يعني اعمل بنشمارك تاني او اقول لي نتيجة الحاجة بتاعتي ممكن تلاقيها بدأت تبقى احسن لو انا قللت الشغر بتاعتي امام؟ هنا انا زودت فالبرسسور بدأ يقل فقدر راجي هنا وقول له مسلا عايز 50% اوه ده السبب ديت هقول له تسيبه للهي كواليتي تمام؟ هقول له 66 وارجع تقول له بقى ايه اعمل لي الرنبانش هاي مارك تاني طيب ده هنا بيعمل بنشمارك امبروبرس بياخد ثواني وبعد كده يقول لك امكانات الجهاز بتاعتك ايه او ايه المشكلة في ايه ممكن يكون كل حاجة عندك واسم على الكارت الشاشة او الرماد فيبدأ يقول لك النتيجة بتاعتك ايه طيب تعال بقى نقول له مسلا انا عايز يشوف مثال الشغل دي حاجات ما جاء مع البرنامج ودي مباني مشهورة تمام؟ طيب خلي كل واحدة من دول هتلاقي فيها امثلة حلوة او حاجات احنا بنتلاك طيب هقول له مسلا انا عايز المبنى دوت ده مثال يعني اقل حاجة اللي هو يعني معمول بابسط حاجة يعني مبنى بسط جدا يعني في ايه حد عنده اي اسئلة قبل ما نكمل او عالم ايه يعمل لودينج طيب 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 لو انا قربت شكرا من هنا من شكل دوت ولعاز اخد وبيديو kills هتلاقي الموضوع سهلي جدا بسيط جدا يعني ممكن هجي هنا اذا هبت القامر بتحتي خلينا ندخل هنا مثلا ان انا عايز خط خلانا اخد لقطة جديدة دي حاجات موجودة جاهزة ان شاء الله يعني لو دخلنا ابسط حاجة في موقع اسمه جيت انتو دوت المواقع دوت جيت انتو بسي وتكتب اليوميون اليوميون هو بيبدأ يجيب لك الاصدار العشر طيب خل هنا انا هاجه هنا اقول له انا عايز اخد ماشهد جديد مجرد ان انا هدوس هنا هيبدأ يشغلي موضوع الكاميرا وفيه مؤسسات حلوة قوي طيب ابسط حاجة اللي هي هوريزنتل اي ليفل بقول له زبط لي اللي هوريزنتل اي ليفل وبتدي له الارتفاة انت عايزها سي اي ليفل يعني المكان اللي انتوقف فيه عينيك وانت تبصص فين بعدين عد السادية بسيبدأ تقرب وتبعد يعني انتوقف بعيد خالص بس انتقدرت تعمل زوم على الجزء دوت فدي بتبقى حاجة كواسة جدا حسب المكان اللي انتوقف فيه تقدر تقول له انا عايز ازود العدسة بتاعتي تمام بحاس ان انت تقرب جامع جدا من الحاجة اللي انت عايزها ودي بتعمل بها مؤسرات كواسة جدا يعني طيب ممكن تلاقي هنا بقى اي custom style تقدر تختار مسلا انا عايز حاجة realistic فيبدأ يزبط لك الاعداد دي كلها بتاعت الانارة والشمس والرفلكشن والسكاي لايت والشادو كل الحاجات دي بتزبط مرة واحدة طيب ممكن اقول له لا ده انا عايزها مثلا day time يبدأ يزبطها لك برضه تمام تلاقي المشهد اختلف طيب انا عايزها بالليل night يبدأ يزبط كل الحاجات الاعدادات بحيس انها تبقى منازبة بالليل بالشكل دوت وانت بقى تبقى تحط الانارة بتحتك والانارة تقدر تحكم فيها بحيس ان اللون هيختلف وها كزا مشكلة الimport في الزيرو زيرو هي اهتبقى النقطة اللي انت بتنزل منها بعدها شوية فانت تقدر تتحرك لحدا ما توصل للشكل بتاعك وتشغل عليه عادي تمام او تزبطها بقى من المصدر الرئيسي بتاعك وانت بتصدر الشو من night هنا ممكن تقول له لا ده انا عايز مسلا حاجة مسلا دون كده زي الفجر هي كده هيبدأ يزبطها لك والشكل دوت حاجة جميلة جدا طيب ممكن تقول له انا عايز مسلا اخد لقطة كمان مسلا بعد ما تتبع شوية تاخد شوية صور جميلة جدا اهه او control 6 تده تحط الصور بتاعها طيب ممكن بها نقول له احنا عايزين كل واحدة من دول طبعا لها المؤسرت بتاعتها طيب لو انا عايز الغي واحدة فيهم بتلاقي علامة الارسائيك البين تقدر تدوس عليها يلغي لك الصور طيب ممكن اجي هنا اختار بقى مشهل كده معين وقول له انا عايز استور كاميرا طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز انسخ مؤسرات من هنا الهنا فتعلم مسلا على واحدة يكون فيها مؤسرات عجباك مسلا تمام وتيجي هنا وتلاقي عندك حاسمة edit فتقدر تقول له copy effect كل المؤسرات اللي موجودة هنا انا مش قاعدة اشوفهم واحدة واحدة عايزهم في الصورة الجديدة اللي انا عايزها فبنتسخ التنصيق من مكان لمكان تمام خلينا نراحل الصورة ايات مفيش اي مؤسرات هنا هاجي هنا واقول له من المانيو هنا انا عايز edit ومن الedit هقول له انا عايز اعمل best للمؤسرات copy effect clear effect best effect هايبدأ ياخد المؤسرات اللي احنا اخدناها copy وابدأ ينسخها عندي هنا او ممكن كن ما اخدش المؤسرات edit copy effect yeah او تقريبا ما انسخهاش لسه copy effect edit edit فبدأ ينسخ لكل المؤسرات اللي كانت موجودة هنا وكل المؤسرات دي هنبدأ نشوفها مع بعض او نشوف اهمها عايز حكا كي او تقدر حط خلفية صورة حقيقة لموقع وكل اللي انت عايزه تمام طيب تعالى مسلا انت الصورة هنا تمام نهاية خلينا نخرج برا كده شوية طيب لو انا اخدت الصورة وغيرت مكاني او غيرت حاجة وعايز اخد تاني اقول له ايه صورة تانية طيب الصورة التانية تقدر بقى تلاقي مؤسرات كتيرة تقدر تاخده طيب ممكن اجي هنا اقول له اد افكت هتلاقي عادة بتبقى كده اللي هم دول بس تمام ممكن تقول له شو قولي فيبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل دراسة للشمس او هكذا هنشوفهم مع بعض بس هنشوفهم في الفيديو هي نفس المؤسرات مفيش اي اختلاف خلص ده بالنسبة للصور طيب لو انا دوست هنا بقى انت عايز تعمل رندر للصور دي كلها فممكن تجي هنا وتبدأ تعلم على الصور انت عايز طب لو في صورة انت عملت لها وصدرتها ومش عايزها بتبدأ تدوس تشيلهم في الطن تاني تقدر تديهم اسامي هنا لو صورة واحدة هنا لو الصور كلها هنا ادشن ال او ممكن تقول له انا عايز اسايفة على ليرات سيف ديبس ماب او عايز سيف النورمال ماب او عايز سيف الريفليكشن عايز سيف اللايتنج ماب ده كل واحدة في انت السيف على لير واحدية سكاي الف ماب ماتيريال ماب وهكذا طيب انت عايز سيف بقى اني حاجة ممكن تسيفها ب الف في تاني وثمانين في سبعمائة وعشرين ولا الف سبعمائة وعشرين في الف ولا عايز سيفها ب كبرنت او كبوستر هي كلها مجرد بس ايه المساحة بتزيد والجودة بتزيد بحيس مثلا لما هطباحها على برقة غير لما هطباحها متر في متر غير لما هطباحها على يعني صاصح بناية حاجات زي كذا وهكذا فتبدأ تختار اني واحدة من دول اللي انت عايز تسيف عليها طيب خلينا خلينا نسيف صورة تماما نقول له مثلا كاميل مثلا عشان ما يخدش وقت وتبدأ تديله الامتداد اللي انت عايزه عايز جي بي جي عايز بي امي بي عايز بي اني جي دي جي اي وهكذا فتبدأ تختار الحاجة اللي انت عايز تعملها طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز موفي الموفي بيرفر حاجة بسيطة عن الصورة وهو على اقل يبقى معاك صورتين يعني خلينا نعمل موفي جديدة هو عندي ثلاث اختارات لا اما ريكورد تمام ريكورد معناها ايه هتسجل الاصطين وهنشوفها مع بعض صورة او او تدخل موفي بمعنى انت كل انت ممكن انت عشان تعمل شغل حلو في اليوم او بتعمل مثلا وكسرول المبنى فبتاخد على كذا لقطة كذا شط ما متاخدهمش كلهم مرة واحدة تمام فهن هنا هسجل الريكورد وبعد كده هعمل ايميج وبعد كده هعمل فيديو خلينا اول حاجة نسجل الريكورد ان انا هقول له مثلا اهي اول لقطة تمام اهي وضيفت اللقطة كمان ما عملش افتر من كده وضعت له المدة ثلاث سوية تمام اهي او لما تجد تشغل الفيديو مش تحسي حاجة خلص تحسي بس ان استحاب بتحرك حركة بسيطة وشغل وتحرك حركة بسيطة ونقدر اتحكم في الحركة دي وخليها واضحة تمام طيب لا ده انا عايز اعمل الحركة بالكاميرا اعايز اعمل شغل حلو خلاص حركنا اتحرك اعمل بالزر الايمن ابدأ تحرك واتحرك شغل بتاع قلينا نقطة كده عشان ايه ده تحرك معنا اهو بعد ما اتحرك اهو انا اتحركت اهو شوية ولفيت بالكاميرا اول ما بدأت تدوس باليمين بيعمل لي خطوط عشان تسهل علي واخد لقطة كمان وابدأ اتحرك شوية كمان واخد صور تمام ايه طيب ممكن تقف في مكانك ونقرر بس ان انت تتحرك الكاميرا اهي طيب خلينا نلغي في الاول خالص الهيادية افعليها ودوس دليت كاميرا وخلينا نبص كده هابدو اعمل لك الحركة وهتاخد تقريبا ثمان سوائن طيب انا هقول له بقى موافق بس بقى هعمل حركة بتاعت الزوم هياد اوكي طيب خلينا نضيف مؤثر هتلاقي حاجات خاصة بالسن زي ديت طيب انا عندي سن موجود اصلا في البرنامج بس هنا بيديني امكانات اكتر اتحكم في السن هاي في السن هيدنج طيب هقق بس كده السن هاي تقدر تحكم فيها السن هيدنج اهي البرتنس بتاعتها كده بتغمق خالص كده لقى الشمس حامي قوي تمام القرس بتاع الشمس برضو شكله يكبر ويصغر معاك فدي اعدادات خاصة بيه الشمس اعدادات اضافية غير اللي احنا متعودين عليها طيب ممكن اقول له ادي فكت وقول له انا عايز الاشعة نفسها نبدأ تظهر معايا ويبدأ اديك مؤثرات كده لالسن خلينا نخد مثلا حاجة زي كده لا تمثلا زي كده اهي طيب انا عايز الغي مثلا الحاجات ديت تقدر تقف على كل واحدة وهتلاقي علامة اللغاء اهي بيبدأ يلغيهم او تدوس على العين ديت فيعمل دي سيبل ليه طيب خلي بالك هنا لما اطف هنا بيبدأ اديك معلومات عن كم فرم في الثانية والشغل بتاعك قدية والحاجات دي كلها فاحنا من خلال اليروت بنقدر نتحكم في ايه اللي يصير معايا لما بحيس ان انا اقلل الاهلاك ليه الجهاز تمام تعال هنا نلغي الحاجات دي كلها خلينا انا خلينا اقول له ان انا عايز صورة عشان نشوف موضوع الشمس دوت طبعا فيه حاجات بحلو قوي في الهنا انا عايز بس ايه اتحرك مثلا هنشوف كده في الشمس اهو عندي هنا مؤسر للضباب زي ما احنا شايفين فيه مؤسر تاني ل خلينا اطلع بلده كيو انا دوست كيو عشان اطلع من فوق الشجر شوية لان احنا عايزين نركز على موضوع الشمس والسحب بالحاجات دي طيب هاجي هنا اد افكت وقول له مثلا انا عايز اضيف الشمس تعم؟ هتبدأ تحكم بقى في السن هاي الارتفاب تاحها السن ها اه هدنج ما احيي تقدر تقول له البريدنس احياء ممكن يكون شمس مختفي وراء الصحب طيب ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز الاشياء بتاعت الشمس اتحكم فيها فتقدر تزود فيها وتقلل اللينز وتزود فيها نايت بحيس ان انت تدي مؤثر للاشياء في بعض المؤثرات بيشتغلوا مع بعض وفي بعض المؤثرات بيتلاقي في مشكلة في الصاني الصدي اللي احنا قلنا بقى دراسة لموضوع الشمس بتحدد انت عايز الدراسة دي تبقى الساعة كم؟ تقام بحيس ان انت تدعم الفيديو خلينا نخش للفيديو افضل طيب خلينا ناخد مثلا حاجة زي كده او خلينا هنا او بس هلغي المؤثر ده او طيب ممكن نعمل دي سيوبول الحاجات دي جات طيب ممكن ناجي هنا بقى قوله ايه اد افكت وخلينا نركز مسلا على الصانص استطل دي هون بيبدأ بقى قول انت عايزة يا بالساعة كم الساعة كام دية الدي ايه الدي اذا يدرس لك الدي طب ايه درس لك المنتس بسكين نقطة كده خلينا نفكر مع وعد لقى باش موضوع لنا ما عايز. فاول هنا تبقى الساعة كزا وهنا تبقى الساعة كزا انا مش عايزها متوحدة ان كلها ساعة واحدة او كلها ساعة اتنين. طب اعمل ايه في حاجة زي كده. طيب بص انا هاجي هنا في الاول بخالص. والحلة دي هتعملها في كل الفيديوهات بعد كده. تمام? ان انت لسه هو ما شغلتش الفيديو. او جاهز بس شوية. طيب هاجي هنا شايفين المؤشر دوت. كريت كيفريم. هيعمل لي الكيفريم هنا. تمام? احرق بقى شوية. وراح اقل له يوقف. اعمل لي كيفريم تاني. تمام? اه. وابدل احرق الساعة مسلا شوية. طيب هعمل بقى كيفريم كمان. احرق برضو الفيديو. اوقف. وضيف كيفريم كمان. انا اضطل وقف. تمام هقول له اضيف لكيفريم كمان. وغير طبعا عندي سامة ده خلينا روح كيفريم اللي بعديه واللي قابليه وهكذا. تمام? طيب. ممكن اقول له لا ده انا عايز بقى كيفريم كمان هنا. شايف هو بيبدأ يقسم لي الاجزاء. وقال له بقى ايه يديني كيفريم كمان هنا. وراح مزود الار. خليناها بالليل. ممكن بقى تيجي هنا. وضيف كيفريم. تمام? خلينا بقى نشوف الفيديو هيبقى طلع ازاي. بالنهار خالص هوت. وبعد كده يبدأ الوقت يتغير لحد ما يوصل لبليل خرص. ده ده مؤثر لما بنعمله بالبرامج الثانية بياخد ساعة كثرة جدا. تمام؟ هنا لا بيبقى الموضوع اسهل بكتير. ماشي. ممكن تضيجي هنا في الافكت هنا. خلينا نعمل لقطة ثانية. هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالوزر. فوق مثلا تعمل ضباب. تمام؟ تقدر تحكم بقى في الضباب. تقول له انا عايز كمية الضباب اللي موجودة. هاي. خلينا ناخد لاب الضباب تانية عساس ما ما مختلفش من الشمس ما تلو. انا ماشياتا كويس. تشوفوا. انا عايز ماشيات تاني. نكونش في اي معصرات. هاجي هنا مثلا في رقم 10 احنا قلنا record هنبدأ نسجل هنا import from file بتبدأ تسجل تدخل الصورة اختار مثلا الصورة كده وتدخل معاك فتبدأ تحط الصورة دي في وسط الفيديوهات تمام وتقدر تدخل فيديوه طيب خلينا اقول له record دي الانتباه بتاعنا هاخد لقطة كده وتقدر تمشي بالكاميرا وتاخد لقطة تانية بس انا ايه مش تركيز على الكاميرا انا اقضي تركيزي على النام اقول له اوكي وهاجي نشوف المؤسسات اللي هنا المؤسسات كنز فيها حاجات حلوة جدا تقدر تقول له مثلا انا عايز احط مثلا فتقدر تتحكم بها في الدباب قد ايه تمام وخلي بالك انت عندك الديت ما تنساهش يعني ممكن تيجي هنا في اول اليوم تقول له انا عايز هنا كي فريم والدباب بسيط خالص وبعد كده تتحرك شوية طيب انا عايز ادكي هنا مثلا في الاخر وقول له انا عايز اعمل دباب دباب القاتل دباب قاتل دي اسمي رواية نبي الفاروق رقم 49 رجل مساحية طيب هاجي هنا اعملها طباب على الاخر لا خلينا نخافها في شوية دباب طيب هقول له بقى اتحرك بدأ الدباب هو ينتشر طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل هنا هنا نقدر نزود الفوكفل الفوكفل الوف هنا اللي هي للورا ممكن تقول له انا عايز البرتنس الدباب دي يكون خفيف او تقييد زي ما انت عايز طباب ممكن تغير اللون بتاعه ممكن تحكم في البرتنس بتاعت اللوحة كلها طباب هنعمل دباب كده ازرق طباب فدي دي بالنسبة للدباب مؤسرت جميلة جدا وتحرك معي فيديو الرياح بقى تزدر تضيف الرياح للمشهب بتاعك طباب لو حبيت ترجع هتدوس على السامة ده عشان ترجع طيب خلينا نتشوف بقى المطرة المطرة جميلة جدا تمام بيقول لك اول حاجة انت عايز مطرة ولا عايز تلك يعني لو انا حركت كده الاخر هتلاقي خلاص كده انت بايز في الاسكيم وتلك والحاجات دي كلها تمام طيب انت عايز الفيس بتاعها تمام ممكن تبدأ تحرك كده طيب انا عايز لا يبقى فيه هو بكلام عجوز اللي تحت دوت لا انا عايز يبقى موجود بتقرب كده من الزيرو ويبدأ يجيب لك في كل حتة طيب انت عايز المطرة دي تبقى كتيرة ولا قليلة ولا زي ما بتا عايز تمام هتقدر تتحكم في الكمية بتاعتها طيب الصيف بتاعت الحبات اللي نازلة بص بيتعمل ازاي طيب انت لو شفت في الفيديو هتلاقيها بتنزل بشكل جميل جدا هيت تمام وتقدر تتحكم في خلينا ارجع هنا وقلو انا الفوق مش عايزه ولا الرياح عايزها وتقدر من الاسم دي تخلي واحد فيهم فوق التاني او هو اللي مغطع رياحة ازاي كده ممكن تقولو انا عايز مثلا خلينا مثلا فيه الصيز فاول المشهد خالص وقف انا عايز هنا عايز هنا يبقى الصيز بتاعه صغير خالص صغير خالص انا عايز بقى اتحكم في الصيز بتاعه يبقى مش حجم دوت تمام فانيجي بقى نشوف تلاقيه لسه ما فيش حاجة خالص وفرحانين بقى الجو بشكله حلوة نهاردة والارصات هتكون صادقة تلاقي بقى المصيبة الصدية تمام طيب ونحية الاشجار عايزي بقى موجود بشكل قوي او لا بص الاشجار اهي اتركزت عليه ممكن نقول ان الناس كويسة والانطار رغم انها شديدة حليها رين تمام بس احنا في الارضية احنا مش عايزين حاجة في الارض معنى كده ان مواصيل الصرف الصحي شغاله كويس تمام اه كده في مدرة بس ما بتنزلش او يعني اول ما بتنزل الصرف بص شكل المطر جميل جدا طيب اه عايز تحقق تضيف شوية فوق شوية ضباب ببلاش يلا ضيفه مش لازم تحط المؤسر التاني فزي ما انت شايف المؤسرات بتدي حيوية للبرنامج زي ما انت عايز طيب خليها نضيف افكت تاني مثلا عندك الاسكايب كل حاجات دي خاصة بقى بالاسكايب ممكن تقوله الاسكايب اللي هي كتت موجودة برا بس هنا بيديك بقى امكانية ان انت تتحكم في الهيدنج بتاعتها والبريتنس والبريتنس اللي لوح كلها وذي احكس السماء زي ما انت عايز وهكذا بيديك بعض الامكانيات الزريفة جدا تتحكم اكتر في الاسكايب برضو الامر برضو طيب لوح ندخلنا في الوبشيكت هتلاقي في حاجة خاصة بالمية في حاجة خاصة باللاير في سبيلاتي الكاميرا ده مسلا مؤسر بيديني احساس ان اللي بيصور الكاميرا بتنزف ايديه خلونا ناخد مشاق جديد عشان نفهم برضو الفاكهة بتاعيتها طيب انا مسلا افطارد تعم ان انا واقف هنا مسلا وخدت صورة مسلا هي تعم ومشيت شوية كده ناحية دي او خلينا ندخل جوه المبنى نطلع سنة صغيرة كان في سلالة خدنا صورة كمان طبعا ان انت بتعمل الكاميرا بتحاول ان انت بتخبطش في حاجة يعني متحسرش ان انت بتعدي في قلب الحيطة عادي يعني شبح وكده تمام خدت صورة كمانة تمام طيب ان اقول له اوكي واجي هنا اقول له ان انا عايز اضيف مؤسر ان الكاميرا بتتهزف ايديه تمام طبعا الكاميرات الحديثة بتتجنب الموضوع دوت بس انت ممكن تبص لما انت بتحرك كده انا مخلاها zero فما فيش اي حرك خلص تمام لما تجي تحرك الكاميرا انت بتحرك بدون ام شكل خلص لو انت بقى جيت هنا واضفت الهزة اللي هي اسناك ستريتش ديت هتلاقي ان في كان في مثلا ناس بتزقها في الفرح كده وكل واحد بيهز ايديك شوية تمام فده مؤثر يعني ايه تقدر تقلل فيه بحيس ان هو يبقى بشكل معقول وعندك دي تقدر تحكم كيفرين بحيس ان في اول فيديو يكون مثلا بشكل قوي في نص الفيديو تقدر تتحكم فيها اكتر طيب ممكن تتجنب الموضوع ده خالص يعني تقول لا انا مش عايز المؤثر ده نهائي انا عايز ازيره انا مش الكاميرا مش عايز اتهز بس في مؤثر انا عايزه ان الفيلم ده قديم مسلا انا مسلا عامل مدينة قديمة مسلا حاجة من ايام مسلا من الفراعنة او كده او خدوان مصريين وعايز اقول لهم ان هي مصورة بكاميرا قديمة من ايام الفراعنة تمام فهبدأ ادفلهم مسلا ايه الكاميرا محروها مسلا من كم تقدر تحكم في الراديو ده تحس كده ان هو في قديم كده انا خليتك انه هو محروق مسلا ممكن اقللها شوية دي دي مؤثر برضو لو انت مفروض الكاميرا بتلف معاك بس عشان تعملها مضبوط خلا توقف مسلا عند الزيرو ايوة توقف عند الزيرو الزيرو معناه ان كده الكاميرا معاك مضبوطة تمام طيب ممكن بتقول له ايه ان في اول فيديو اول ثانية دي هنخليها مضبوطة خالص تمام هقول له ازبط ولي طيب بعد كده في اخر الفيديو لا بلاش اخر الفيديو خليها في نص الفيديو تمام نص الفيديو هقول له ايه ضيف لي الكي فريم تاني وخلي كاين مسلا ايه القامرة عملت معي من الحية بتاعت الفرد هتشكوك او في الاخراج السينمائي او كده تمام ممكن تلفها تاني من ناحية تانية بلاش بالزوية العميق وضي تمام بعد كده في الكي فريم هنا وتبدأ بقى تقول له ايه ضيف لي الكي فريم تاني مع قوص حاجة زي كده طيب ممكن تزود الفوكال لينس زي ما انت عايز تقربوا تبعض لو انت حكي فتعال نشوف بقى الفيديو ده هيبقى عامل ازاي ايه كاميرا بكت مستقيم الاول وبدأت تلف معاني الناحيات دي وبدأت تلف معاني الناحيات دي ففي ايه شغل حلو طيب انا مش عارف الناس عايز اتكمل ولا تفرج المطش اعتقد المطش اهم تمام فلو انتو محدينك رويا ملكوش في كرزة حالاتي ماشي لو مهتمين ممكن نقف لحد كده فا ايه رأيكم الافضل و اكتاب خلاص خلينا نوقف لحد كده تمام و ان شاء الله تكملت الحاجات هحاول احطها على قناة بيم اريبي اسجالها ان شاء الله ورفعها على قناة بيم اريبي بحيس يبقى فيه الرابط موجود تمام وان شاء الله وان شاء الله اللهم رابط ها يضر�� ايه هنوقف على شكل من ان امضتش فلو الحب ان وقف خلاص محاضر ها استاذه هنوقف وان شان يا محمد بس النزل للرابط عشان تلا هاتفارج على لمتش أنا مเรيماني في حياتي الحمدالله ما ما شوفت عن أي شخص bear كل嫁 في حياتي ولاارô كرة ولا اعرف ولا العيب لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في المنتخب تمام ان شاء الله حاول اكمل شرح البرنامج دوت وان شاء الله قريب هتبقى فيه محاضرة للتوين موشن لان هو قوي جدا ومحاضرة للانسكيب نبدأ نشوف المزايا اللي فيهم وانشوف انا لو اي حد عنده اسئلة انا ان شاء الله حاول اعمل كازا محاضرة في البرنامج في اليوم وابدأ ابعثها للناس بازنان تمام يعني ان شاء الله اللي هيجابي على سبيان او هيعمل سبيان احطره على الايميل عشان ما دايش بقيت الناس التكملة ان احنا بنشوف بس المؤثرات يعني عندنا مثلا من ضمن المؤثرات اللي هي القوية جدا مثلا في الانيميشن موضوع الحركة ان انا اعلم على الشخص وخليه تحرك او اعمل له ماس موف يعني بعمل له مصار واي حاجة بتيجي في طريقه بيبدأ هو يتحرك فيها تمام سكايدروب سكايدروب دي من الحاجات الجاملة جدا ان انا ممكن اعلم بس دي اعلم بسا على بعض الاشكال تمام وخليها تبدأ تتعمل لها دروب من السماء بحيس انها تبدأ تظهر في حيال كتيرة وحاجات كويسة جدا بس عشان بقى السباة الناس وهسجل للكم فيديو صغيرة بحيس انها تبقى المعلومة وصلت ومبقاش في حاجة نقصة باسم ليه في البرنامج تمام وهتلاعوا القناة بمقريبة ان شاء الله وصل الشرحات كلها حيال بحيس ان تقدر تعملوا اشكال مثلا بلو برنت مثلا تمام اهو بلو برنت يعني كيان حاجات ترسم معك ايه بالقلم والمصاص والحاجات دي يبقى شكلها الظريف تمام زي بحاجة بشكل ده طبعا دي منتحكم فيها يعني منديها وقت في الاول تبقى ابدا خالص وبعد كده تبدأ لحد ما توصل للمستوى دوت يعني خلينا مثلا ايه نيجي هنا دي تيجي هنا في الزيرو وقوله ايه بلو برنت واجه في الاخر خالص وقوله اعمل لكي فريم ورحمة زي بشكل دوت بحيس في الاول قابل خالص وبعد كده تبدأ تظهر الخطوط وبعد كده يظهر التلميذ تصميم في الاحداثات الحقيقة انت بتعمل كل شغلك على البرنامج زي ارتيكاد ورفيت وها وتبدأ تنزله في قلب البرنامج وبنحدد نقطة معينة كلهم تجمعوا فيها بحيث ما بقاش في حاجة كام شكل انا المؤثر ده بحيب او اللي هو البلو برينت دوت 3 حاجات بتديك مؤثرات ظريفة طب بتاخد وقت كتير او انا ما هديعملها انما هنا تعمل بشكل حلو ممكن تخليها على شكل كارتون وكذا ممكن تعمل المؤثر اللي هو بنتنج او وطر كالر او فيد ان او او اوت وكذا فتلاحق كتيرا كويس انا لاعسف الملتش بدأ ان شاء الله الفريق يفوز اين كان فريقك ما عنديش اي مشكلة ربنا يساعدك جميعا يعني الاثنين مصريين والاثنين نتمنى لهم الخير بإذن الله ازاكم انا خليك شونس عمر شكرا جزيلا والله يستمتعنا وان شاء الله نستكمل بإذن الله في محاضرات قادمة بإذن الله ان شاء الله الله يكريمك حد عنده اي سؤال اه لمونت عمر يحب يعمل مداخل مباشر او اي حاجة قبل ما نختلف محاضرة عمر احمزلنا الروبط بتاع الحضور اتمنى حد تكون تملو قبل ما حد يخرم القاعة ولو حد عنده سؤال اخير اه بتحت امروه ايه بإذن الله محاضرة ما تسجله هترافع على قناة بيم عربية اه على يوتيوب بإذن الله وهي لايف على الفيسبوك ايضا على قناة بيم عربية ان شاء الله شكرا جزيلا بش منسى عمر ونالخف على خير بإذن الله ونالخفهم جميعا على خير بإذن الله تعالى السلام عليكم